مرحبا بكم متابعي قناتنا في هذا الفيديو الجديد الذي سنخصصه لتردد قناة رائعة جدا قناة أفلام أجنبية بامتياز قناة خاصة بالأفلام الأجنبية لكن تابعوا الفيديو إلى النهاية فهناك معلومات مهمة فيه إذن نقوم بإضافة التردد معا هذا التردد موجود عند الكل يعني حزمة عامة موجود في المشرق العربي وشمال إفريقيا وغيرها إذن كما تعودنا من القائمة الرئيسية دائما نختار التركيب ومن التركيب نقوم باختيار قنوات تيب بي أو قائمة تيب بي أو في ريسيرات أخرى قائمة التردد نضغط على قائمة تيب بي أو قائمة التردد ثم تظهر هذه التردد نقوم بالضغط الآن على زر الإضافة كما تلاحظون الألوان مختلفة هنا عندي هي الأزرق والأصفر والأخضر والأحمر عندي لكي أضيف التردد أضغط على الزر الأخضر قد يكون لون آخر عندك فأنت أركز هنا لكن في الأغلب هو الإضافة تكون بالزر الأخضر كما تلاحظون عندما أضغط على الزر الأخضر تظهر شاشة إضافة التردد أو إضافة قناة أو إنشاء قناة بحسب الريسيبر الذي معك العملية كلها متشابهة بين كل أنواع ريسيبرات التردد سأضيفه معكم وقبل ذلك لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة اللم تكن مشتركة إذن التردد هو 11 أربعة واحدة عشر أظن أن التردد واضح أمامكم الترميز كما تعودتم أو أغلب الترددات الناسات 27500 والاستقطاب نتركه أفقي أي إتش ثم نقوم بحسب هذا التردد التردد كما تلاحظون موجودين دي عادي قد يكون أيضا موجود عندك في الغالب هو موجود هذا التردد تضغط على نعم ثم الآن ركزوا معي سنقوم بالضغط على زر البحث الموجود عندي باللون الأزرق كما تلاحظون هنا في الصورة قد يكون لون آخر عندك تضغط على هذا الزر في الريموت كونترول لتبدأ شاشة أو نعم شاشة البحث للظهور وهنا من الأحسن لا تغير شيء فقط تأكد أن بحث الشبكة غير مفاعل بحث الشبكة يكون لا أو غير مفاعل بحسب الريسيفر الذي معك ثم تضغط على موافق وركزوا معي الآن القناة التي ستجدونها موجودة باسم قناة في الريسيفر تجدونها باسم وفي الداخل باسم مختلف القناة في الداخل في الشاشة ستجدونها باسم أوربيت موفيز أي قناة فلام أجنبية بامتياز أما في قائمة القنوات فستجدونها مختلفة ستجدونها تحت اسم تاكسي الصهراء إذن فركزوا جيدا ستبحثون في قائمة ترددات عن قناة تاكسي الصهراء قد يتغير هذا الاسم فيما بعد لأن القناة جديدة ويصبح مثل الاسم الموجود داخل الشاشة وهو أوربيت موفيز شكرا لكم على المتابعة وإلى فيديو لاحق إن شاء الله شكرا لكم على المتابعة وإلى فيديو لاحق إن شاء الله